معنا هاتفيا من إسطنبول كاتب والباحث والسياسي سيد نظير الكندوري مرحما بكم أستاذ نظير إذن تصعد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هل تنظر باحتمالات مواجهة ساحتها العراق؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة يعني لم تكن هذه الملاسنات ما بين النظام الإيراني والإدارة الأمريكية بجديدة ولكن هي تصاعدت في الفترة الأخيرة أما إن كان العراق ربما يكون ساحة لحسن هذا الصراع ما بين هذين النظام الإيراني والإدارة الأمريكية ربما لن يكون بشكل مباشر إنما سيكون بحروب وكالة النظام الإيراني سوف يستغل الميليشيات الموالية له والمتواجدة على الأرض العراقية للسفزاز القوات الأمريكية بالمقابل القوات الأمريكية من غير المتوقع أن تضرب أهداف إيرانية بحتها داخل العراق أو أن تكون ضرب أهداف إيرانية في إيران انطلاقا من الأراض العراقية إنما ستضرب الميليشيات المتواجدة في العراق على اعتبارها هي أذرع للنظام الإيراني إلى أي مدى ترى أن هذه الميليشيات مرشحة لخوض تلك المواجهة إذا ما وقعت لا سيما بعد تصريح ميليشي النجباء أن أنصار الخميني في العراق يذوبون في نهجه يعني حقيقة ما تدعي الميليشيات الموالية لإيران في العراق لا يتعدى أن يدخل في الحرب النفسية أو أن تقول يدعون أكثر مما يوجد فيهم يعني ما أتوقع أنها ستتحمل ضربات جوية إذا ما شاءت يعني الولايات المتحدة لتأديم إيران سوف تتعرف تلك الميليشيات لضربات ولن يتوقع أن يكون هناك رتفعل من هذه الميليشيات إزاء القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ففارق الميزان القوى فارق هائل جدا ما بين هذه الميليشيات وما بين القوات الأمريكية ويعني أنا أتوقع أن النظام الإيراني يحاول أن يجعل من هذه الميليشيات ككبش فداء أمام هذه القوات الأمريكية لذلك لمشاغلتها يعني واتقاء شر الولايات المتحدة من أن توجه ضربات مباشرة إلى النظام الإيراني إلى إمدا ترى أن إيران قد استعدت لهذه المواجهة إن حصلت ولسيما أن الحرس الإيراني قد أعلن أن بنيتهم العسكرية في العراق والمنطقة قد اكتملت هذه المقولات كثيرا ما سمعناها من القادة الإيرانيين سواء العسكريين منهم أو السياسيين لكن أنا ما أتوقع يعني هذا الأمر لا ينمع عن حقيقة ولكن بالفعل إيران تسيطر على المنطقة في هذه الدول لديها أذروا فاعلة يعني هي تسيطر عليها بسبب ضعف حكوماتها بسبب الخراب المتواجد في تلك البلدان وليس لقوتها ويعني هي تعتمد على هذه الميليشيات التي هي يعني شعارها الإرهاب وترويع الناس هكذا هي سيطرت على هذه المدن أما إذا واجهت قوة حقيقية كقوة الولايات المتحدة سوف لن تكون بهذا المستوى من الاستعداد لمواجهة مثل هذا النوع يعني ربما ستكون هي الضربة القاصمة لهذا النظام لو وصلت المرحلة إلى التصادم الفعلي ما بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني اعتراف العبادي بالنفوذ الإيراني وانتقاده تدخل الميليشيات بأعلان الحكومة بقوة هذه الميليشيات أبعد كل هذه السنين عرف العبادي نفوذ إيران وماذا يريد العبادي من هذا الإقرار يعني أنا أتوقع هذه التصريحات تندرج بالأمل الذي يتأملها وأنه ربما أن حكومة عادل عبد المهدي سوف تنهار ويكون هو المرشح الأوثر حظا لتشكيل حكومة جديدة لذلك هو يحاول أن يتصيد من أخطاء هذه الحكومة الجديدة ويحاول أن ينتقد الميليشيات التي هي الآن لديها أعضاء بالبرلمان وأعضاء بالحكومة بينما هذا الحشد وهذه الميليشيات كانت تحت رعاية العبادي عندما كان رئيس زراء هو الذي في زمنه هو تنتشريع قانون الحجد الشعبي يعني هو قدم لهذه الميليشيات ما لم يقدمه أي رئيس زراء سابق فهذا الكلام ما هو إلا ضمن المزايدات السياسية ما بين هؤلاء السياسين العراقيين شكرا جزيلا كابنة إسطنبولاتي فينا الكاتب والبحث السياسي سيد ناظير كندوري شكرا جزيلا كندوري شكرا جزيلا